معانا الأستاذ أحمد اتفضل يا أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي واحترامي لحضراتكم وفريق العمل وأجعل الله هذا الجهد الموفور المسكود في ميزان حسناتكم حضراتكم وفريق العمل يا رب إن شاء الله وعرق أمنيتنا أن يزيدك الله من فايدة علمه دائما يا دكتور عمد الله يبرك في حضراتك أستاذ أحمد مع حضرتكم أحمد عروج أرض الجنين غير بشبرى الخير أهلا وسهلا رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلى عليه صحيح علي الصلاة وأسكى السلام من قبيل أمته صحيح فكيف نصلي على رسولنا الحبيب المكتبى كيف نصلي عليه وما هي أفضل صيغة محببة إلى قلب رسول الله نصلي عليه بها طيب أجاوب على حضراتك أستاذ زحم السؤال بقول حضرة النبي صلى الله سلم بيحبنا نصلي ليه لأن حضرة النبي صلى الله سلم في أقوال كثيرة بس يعني أقول لكم القول اللي أنا بحبه حضرت النبي لماذا يحب أن نصلي عليه قال حضرت النبي يحبنا أن نصلي عليه لكي ترتفع درجتنا ونقترب من مقامه صلى الله عليه وسلم ونكون معاه لأن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا شفاء يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لماذا؟ لكي تكتمعوا تحت أنوار إن الله وملائكته يصلون على النبي لأن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشر يبقى حضرة النبي أراد أن نصلي عليه ويحب أن نصلي عليه عشان نجتمع تحت أنوار ماذا صلاة الله علينا فيصلي الله سبحانه وتعالى على حضرة النبي ويصلي فيجمعنا مع الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنزداد نورا ونزداد قربا من حضرة النبي يبقى حضرة النبي مشتق إلينا فيحب أن نصلي عليه لماذا لكي يجمعنا ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد عليه السلام يبقى حضرة النبي بيحب أنه يلتقي بينا فصلتنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نلتقي بحضرة النبي وتجعلنا نرتقي إلى حضرة النبي يبقى حكتين يبقى صلتنا على حضرة النبي تجعلنا نلتقي بحضرة النبي ونرتقي إلى حضرة النبي يا رب جعلنا من أهل الصلاة وصلوا عليه وسلم وتسليم الله مصلي وسلم وبارك على حضرة النبي حضرة النور الكامل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لينور للإنسانية والبشرية أنوارا ليس بعدها أنوار أنوارا تصل أهل الأرض بأهل السماء هذه صيغة من صيغة الصلوات تدخل الفرح على قارب حضرة النبي ايه أحب الصيغة إلى حضرة النبي الصيغة اللي بتخرج من قلبك لأن الصيغة اللي بتخرج من قلبك هي صيغة تجعل قلبك مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرء مع من أحب فإذا كانت هذه الصيغة تجد فيها قلبك وتجدها مليئة بالنور يبقى الصيغة ديت في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ما كانت عندك صيغة فإحنا دايما بنقول ممكن نقول الصيغة الصلاة التفريجية اللي هي دايما بتخلي الناس في سعة وفي بركة وفي نور